بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في يوم دراسي جديد مع مادة فيزياء واحد ومعكم المعلمة أمل المسلوخ من لغة الإشارة أستاذ بدر لحمود اليوم بإذن الله سنبدأ وننطلق في الباب الثالث ونتعلم تجربة استهلالية جدا جميلة ورائعة درسي اليوم يتكلم عن تغير السرعة المتجهة لنقرأ الأهداف معا اليوم بإذن الله سنحقق تعريف السرعة التسارع سنربط بين السرعة المتجهة والتسارع مع حركة الجسم أهم المفردات لديه التسارع والحركة المنتظمة التغير في السرعة المتجهة أين نقع من هذه الأبواب الجميلة ماذا تناولنا وماذا بعد سنتناول من خلال هذه الخريطة الجميلة لتوضح منهجنا في فيزياء واحد الذي يتكلم عن الميكانيكا الميكانيكا بفرعيها الحركة في بعد والحركة في بعدين انتهينا والله الحمل مدخل في علم الفيزياء كذلك انتهينا من الباب الثاني تمثيل الحركة إذن نحن في الحركة المتسارعة في الحركة المتسارعة سنتناول ثلاثة دروس هذه الدروس أول درس تناول التسارع والثاني الحركة بتسارع ثابت والثالث السقوط الحر لننطلق الآن في درس التسارع افتح معي الكتاب في الباب الثالث ودعنا نطبق استراتيجية قراءة الصورة كالعادة سؤالي الجميل ما الرابط بين الصورة وعنوان الباب طبعا عنوان الباب اللي هو عبارة للحركة المتسارعة عندنا الصورة صورة ماذا؟ صورة سيارة سباق من المتعارف على أن سيارة السباق تبدأ وتنطلق من مسماها سيارة سباق إذن تنطلق من الصفر تدريجيا تبدأ ماذا؟ تزداد سرعتها شيئا فشيئا إلى أن تصل أقصى سرعة ممكنة موجودة في السيارة فبالتالي لكي نفهم ماذا؟ لكي نفهم أسلوب حركة السيارة وكيف السيارة تستطيع أن تسبق لا بد لنا أن نتعلم قوانين أساسية في الفيزيو لذلك سمي الباب بالحركة المتسارعة هذا هو الرابط ما بين عنوان الباب والصورة طيب لماذا نحن ندرس الحركة المتسارعة؟ هل من الضروري في حياتك اليوميا نتعلم أساليب الحركة المتسارعة؟ على أي قوانين تهدف أو على أي أساسات تهدف؟ طبعا من المهم جدا لماذا؟ لأنه بالأصل ما حولك من جميع أنواع الحركة سواء حركة سيارتك سواء حركتك أنت شخصيا حركة طائرة حركة قطار حركة باخرة لا تسير هذه الأجسام في حالة حركة منتظمة بمعنى أنها في سرعات ماذا؟ ثابتة السرعات إما تزيد أو ماذا؟ أو تقل لذلك هي حركات ماذا؟ متسارعة فبالتالي يستلزم مننا ماذا؟ أن نفهم أساسيات الحركة المتسارعة في سؤال فكر ماذا يقول؟ يقف سائق سيارة السباق متحفزا عند خط البداية منتظرا الضوء الأخضر الذي يعلم بدء السباق وعندما يضيء ينطلق السائق بأقصى سرعة كيف يتغير موقع السيارة في أثناء تزايد سرعتها؟ طبعا لحظة الصافرة أو لحظة الانطلاق تكون كل من المتغيرات تتكلم كفيزيائي كل من المتغيرات الزمن والموقع صفر وصفر لاحظت كلامي أصبح علمي نوعا ما بربط من واقع الحياة وهو في موقع سيارات السباق الموجودة فبالتالي في نقطة البداية كل من المتغيرات كل من الموقع والزمن هو عبارة عن صفر وصفر مجرد سماع الصافرة ما الذي يحصل؟ جميع سيارة السباق تبدأ بالحركة مختلفة في أنواع سرعتها لذلك هناك سيارة تسبق وهناك سيارة أخرى تتأخر حسب السرعة الموجودة لدى كل سيارة هذا بالنسبة لسؤال فكر أبدأ الآن بتأمل لهذه الصورة طبعا هذه واحدة من أنواع السيارات نقول عليها السيارات الرياضية سيارات البورش سيارات البورش تعتبر من السيارات السريعة جدا الذي لديها يكون عداد السرعة غير عادي بمعنى يصل عداد السرعة إلى 360 كيلو متر في الساعة سرعة سيارة البورش تصل إلى 100 كيلو متر في كم؟ في 3.48 ثانية هذه سرعة جدا ماذا؟ هائلة أيضا هناك أشياء من عظمة الله سبحانه وتعالى أن خلقها بالأصل لديها سرعة رهيبة أسرع من أي مخلوق آخر مثل ماذا؟ الفهد الذي يصل سرعته إلى 98 كيلو متر في الساعة فهذه بعض من نماذج الحركات المتسارعة ولديك العديد لو تأملت الحياة من حولك لتجد أن هناك أجسام سريعة أخرى بطيئة أخرى غير منتظمة وهكذا لذلك يستلزم علينا فهم هذا النوع من أنواع الحركة دعنا نبدأ الآن في تجربة الاستهلالية في هذا الفصل الذي سؤال التجربة ينص على هل تبدو جميع أنواع الحركة بالشكل نفسه؟ أبدأ الآن بالأدوات المستخدمة تأمل معي صورة كتابك افتح الكتاب عندك في هذه الصفحة اقرأ الجزئية الهامة في الخطوات استنتج الأدوات المستخدمة يبدوني هنا أن الأدوات المستخدمة يقول لك أحضر سيارتي لعبة تعملان بنابط يعني كما هي في الصورة تماما كذلك اللوح خشبي لاستخدامه في أثناء التجربة ومؤقت الشريط الورقي طبعا استعنت عن هذه التجربة باستخدام أدوات بديلة جميلة ورائعة تستطيع زي الطالب والطالب أن تطبقها في منزلك تأمل هذه الصورة واستنتج الأدوات المستخدمة لدي ماذا؟ لدي سيارة هذه السيارة تعمل بنابط ورح تشوف كيف معاي أثناء التجربة كيف يعني تعمل بنابط كذلك استخدمت ساعة إيقاف أنت تستطيع تسخدم ساعة جوالك منبه جوالك كذلك أحضرت حبر الحبر الذي نستخدمه في البصمة أحضرت متر عادي موجود لدينا في المنزل وورق أبيض لي يطبع لي على المسار سأقوم الآن بإجراء ماذا؟ التجربة أمامكم بأسلوب سهل تتبع وترقب معاي الخطوات حتى تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من إجراء هذه التجربة في منزلك بأسلوب جدا سهل عندي الأدوات كما تراها لدينا ماذا؟ لدينا ورق طبعا الورق تستطيع أخذ فلين كبير أو تستطيع أخذ اللي لم يوجد في منزلك الفلين ورق A4 بهذا الشكل عادي جدا قم بوصله مع بعضها البعض يعني أنا عندي هنا الآن ثلاث ورقات واحد اثنين ثلاثة وصلتها بعضها مع بعض حتى ماذا؟ حتى أتمكن من وضع مسار أيضا هنا استخدمت ماذا؟ استخدمت متر هذا هو المتر اللي ذكرته قبل قليل هو المتر المستخدم في مواد البناء للمنزل يعني في احتياجات المنزل العادية كذلك استخدمت ماذا؟ هذا حبر البصمة حتى أقوم بطبع بصمات العجلات الموجودة هنا لدينا أيضا سيارتنا التي تعمل بماذا؟ بنابض كيف تعمل بنابض؟ سنرى الآن أيضا استخدمت ساعة إيقاف تستطيع أن تستخدم ساعة جوالك أو منبه الجوال طبعا هذه السيارة تعمل بنابض كيف؟ سنقوم بإرجاعها بهذا الشكل ثم بعد ذلك عندما نفلتها ما الذي يحصل؟ ستستمر أو ستسحرك باتجاه الأمام ماذا سنفعل؟ سأقوم أولا بأخذ مسافات ثابتة بمعنى أضع المتر عندي على مسافة سبعين أنا أريدها على سبعين لأنني سأحسب قراءاتي عند مسافتين المسافة الأولى سبعين سانتي طبعا هذه السبعين سانتي وتلاحظ المتر عندنا هنا ثبتها هنا على السبعين من الأول فبالتالي وضعت المتر بهذا الطريقة ثابت أنت تستطيع أن تضعها هنا الورقة في نهاية حائط في منزلك حتى تصدم السيارة في الحائط وضعتها على سبعين متر تمام؟ بعد ذلك ماذا سأقوم؟ سأقوم بتصفير المنبه على الصفر ثم وضعها على وضعية الاستعداد بعد ذلك سأقوم بأخذ السيارة بهذا الشكل ويرجعها باتجاه الخلف ثم أقوم بإمساك العجلات بحيث أنها لا تنفلت ولا تسمح لها بالحركة بهذه الطريقة بعد ذلك سأقوم بطباعة ماذا؟ بطباعة العجلات السيارة الخلفية بالحبر بهذا الشكل تمام؟ بعدها هنا تشكل حبر لدينا ماذا سأفعل؟ عند نقطة الصفر بداية نقطة الانطلاق سأضع العجلة من الطبيعي أن يكون ماذا؟ أتنبأ منك عزيز الطالب والطالبة أن تجيب الآن وتذكر أنه عندما تسري هذه السيارة ستقوم بطباعة ماذا؟ طباعة الحبر على الورق الأبيض وهذا هو ما أهدف إلي انظر وترقب معي سأضعها بهذا الشكل سأقوم بتشغيل ساعة الإيقاف على الصفر وأبدأ بتشغيلها وحساب ماذا؟ إلى أن تصل إلى آخر نقطة موجودة لدينا هنا إذا نشغل ساعة الإيقاف نطلق السيارة إلى أن وصلت إلى آخر نقطة مطلوبة نغلق ساعة الإيقاف بهذا الشكل بعد ذلك انظر وترقب معي هنا ستلاحظ أن السيارة طبعت ماذا؟ طبعت لدينا هنا مسافات أو نقاط اللي هو نسميه ماذا؟ ممتاز نسميه نموذج جسي نقاطي بمعنى كأنني الآن مثلت ماذا؟ مثلت حركة السيارة يعني أي جسم متحرك سواء متسارع أو متباطع أو أيا كانت نمو حركته ما علي إلا نقوم بهذه التجربة لنقوم بتمثيل ماذا؟ تمثيل حركته بالشكل المطلوب طيب هذه الآن على مسافة كم؟ على مسافة 70 قم أنت بإعادتها ولكن على مسافة كم؟ غير المسافة من خلال هذا المتر قم بإعادة التجربة قم بأخذ المسافة مثلا على بعد عن طريق الإنقاص إلى بعد مثلا 50 خذها على 50 هنا وابدأ الانطلاق من الصفر إلى ماذا؟ إلى الخمسين أفتح ساعة الإيقاف أو المنبه من بداية الانطلاق أغلق عندما تنتهي عند ماذا؟ عند الخمسين بهالشكل نكون حسبنا ماذا؟ أصبح عندك الزمن موجود وعندك المسافة موجودة سجل قراءاتك الموجودة في ورقة وقلب والآن سأخبرك كيف يمكن أن تقوم بحساب ماذا؟ بحساب السرعة لنرى ذلك على الصبورة مع بعض ونشوف كيف يمكن حساب كيف يمكن حساب طبعا عندي حالتين الحالة الأولى هي ما قمت بها قبل قليل أنظر يبدو لك في الرسم كل التجربة واضحة يبدو لك حتى هنا قمت أنا بإجراءها في المنزل عن طريق استخدام المنبه الموجود في أو الموقت الموجود في الجوال استخدمت أيضا الورق لاحظ أنني وضعت تجربة قريبة من حائط حتى أتحكم بماذا؟ حتى أتحكم بسرعة السيارة طبعا عندي هنا موجود ماذا؟ لاحظ بدأت بالأول وضعت مؤشر عند السبعين حتى بالضبط أضع السيارة عند السبعين نحدد نقطة الانطلاق على بعد سبعين هذه التجربة أنا قمت بها قبل قليل طلبت منك حزي الطالب والطالبة أن تجريها أنت في المنزل على بعد خمسين وتسجل قراءاتك ماذا فعلت؟ أول ما أطلقت السيارة بدأت الانطلاق شغلت ساعة ماذا ومنبه في الجوال لاحظ طباعة الحبر يبدو لك الحبر يطبع خفيف حاول تزيد الحبر كثيرا على العجلات حتى تطبع معك التجربة بشكل جيد بعد ذلك قمت بتوضيح النقاط المطلوبة مثل ما تراها هنا بعملية ماذا إكسات بسيطة هذا هو نموذة الجسيم النقطة بكذا أنا مثلت الحركة طيب لو تلاحظ عنوان درسي أساسا هو تغير السرعة ماذا المتجه بمعنى هدفي أنني أحسب سرعة كيف سأقوم بحساب السرعة عندما يكون لدي موجود القراءات تي ون تساوي واحد فاصلة هذه القراءات سجلتها قبل قليل واحد فاصلة حدعش ثانية أما المسافة كانت ماذا كانت سبعين سانتي عندما أخذنا التجربة على البعد الخمسين سانتي أعطاني الزمن بوينت اثنين وستين من مية ثانية فبالتالي هذه القراءات موجودة احسب السرعة أما نعلم أن السرعة V تساوي ماذا D على T صح ولا لا فبالتالي السرعة تساوي المسافة على الزمن هل المسافة موجودة؟ نعم لكن لا يخفاك أن المسافة عندك بالسانتي فبالتالي يحولها من سانتي إلى متر نقسم عليك ممتاز على مية لما تقسم على مية رح يطلع لك الناتج بوينت فاصلة ماذا؟ سبعة بول وحدة طبعا متر كذا الكلام مضبوط تستطيع الآن أن تطبق وتقسم سبعة على ماذا؟ على 1.11 ستظهر لك النتيجة بوينت 630 هذه النتيجة الأولى أو السرعة الأولى السرعة الثانية بنفس الأسلوب أولا نقوم بتحويل الخمسين إلى ماذا؟ إلى المتر فبالتالي تطلع معنا بوينت ماذا؟ بوينت خمسة والوحدة متر اقسم البوينت خمسة على البوينت 62 تحصل على نتيجة السرعة تساوي بوينت 806 هل السرعة ثابتة؟ تأمل قراءة السرعة هنا اللي هي V1 و V2 هل هي ثابتة؟ لا متغيرة إذن هنا متغيرة تغير طبعا ماذا؟ تغير طفيف بالنسبة لمن؟ لبوينت 6 وبوينت ماذا؟ وبوينت 8 إذن هذا هو عبارة عن تمثيل السرعة طبعا عندما ندقق النظر في الرسم ستجد تقريبا المسافات بين النقاط تقريبا متساوي لذلك ذكرت لك قبل قليل أن الاختلاف طفيف تأمل معي هذه المسافة هذه المسافة وهذه المسافة وهذه المسافة ألا تبدو متساوية مما يدل على ماذا؟ إذا أنت بطل ستتذكر أنه درسنا عندما تكون المسافات ثابتة عندما تكون المسافات تقريبا ثابتة هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الحركة منتظمة ممتاز هذا ما نهدف إليه أن هناك لدينا أنواع من الحركة واستنتجناها من خلال إجراء التجربة كذلك إذا التجربة لدينا نسبة الخطأ فيها قليلة جدا ستكون نتائج السرعة في هذه التجربة متساوية يعني ستحصل على V1 تساوي V2 بالضبط تمام الكلام؟ إذن هذا بالنسبة لإجراء هذه التجربة في المرحلة الأولى ويبدو لك كتبت هنا ماذا؟ الحالة الأولى مما يدل على أن لدي حالة ثانية ما هي الحالة الثانية؟ قمت بإجراء نفس التجربة ولكن ماذا فعلت؟ قمت برفع مستوى السطح الموجود لديه بلوح هذا اللوح لوح أو أي رفع موجود منك في البيت هذا الورق A4 اللي استخدمناه كمسار لنا وضع على هذا اللوح قم بوضع اللوح بمستوى ماذا؟ بمستوى ما بهذا الشكل بحيث أن السيارة تنحدر لديك بالطريقة هذه يعني كأنها نازلة من تل كأنها نازلة من جبل أو أي مستوى مائل فبالتالي السيارة عندما تقوم بإعادة نفس التجربة وأخذ نفس المسافات وتقوم بوضع السيارة بهذا الشكل فالسيارة ستنحدر سريعا باتجاه ماذا؟ باتجاه الأسفل هذا ما فعلته أجريت التجربة تأمل معي الصور هنا ستجد أن اللوح يبدو لك واضح في الصورة على يسار الشاشة هذا هو اللوح لو لاحظته وضعت عليه الورق قمت بوضع العلامة مثل الحالة الأولى لعند السبعين درجة أفوال سبعين سانتيوم من ثم أعدت التجربة مرة أخرى سجلت الزمن لاحظ الزمن كان قبل قليل 1.11 الآن أصبح 1 وكان قبل قليل أعلى من هذه القيمة عند الخمسين مما يدل على أن الزمن المقطوع خلال نفس المسافة أصبح أقل مما يدل على أن السيارة تصبح ماذا؟ أسرع ألا يتطابق هذا مع ما درسته سابقا؟ أما درستنا في الحصول السابقة أنه عندما تكون الحركة على مستويات مائلة تكون أسرع فبالتالي ماذا؟ فبالتالي السرعة أنا أتنبأ قبل أن أبدأ التجربة أن يكون لدي ماذا؟ أن تكون لدي السرعات هنا أعلى من المرحلة الأولى والسبب أنها تسقط من علو أنت نفسك لما تتحرك من أعلى جبل أما تكون سرعتك أكبر عندما تمشي على مستوى وسطح عادي حتى بالواقع مطبق فبالتالي أتنبأ بنتائج قبل ظهورها هذا ما نسمي استخصاء التجربة إذن هذا عندي اللي هو رسم رسمنا أيضا ماذا؟ رسمنا النقاط زي ما تشوف المخطط اللي هو النموذج جسيم النقطي لاحظ النقاط هذا الحبر الأول وهو البقعة الأولى البقعة الثانية الثالثة الرابعة وهكذا لو تلاحظ أن النقاط ليست متساوية كبيرة ثم تقل 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 مما يدل على أن المسافة هنا قلت أثناء الحركة أي أن السيارة أصبحت أسرع أو سرعتها تكون متغيرة إذن هذا بالنسبة لهذه التجربة البديلة وهي تجربة جدا جميلة يسل عليك إجراءها في المنزل دعني أجيب عن سؤال التفكير الناقد والتحليل ماذا يقول في سؤال التفكير الناقد؟ صف شكل كل من الرسمين البيانيين عندك الرسم أمامك هذا هو موجود ما علاقة شكل الخط البياني بنوع الحركة التي تمت مشاهدتها طبعا نحن تعلمنا أن كل حركة موجودة سواء سيارة أو أي حركة كانت أستطيع تمثيلها عن طريق ماذا؟ منحن الموقع والزمن صح ولله؟ فبالتالي هنا عندما نقوم بتمثيل الحركة بمنحنة زمن وسرعة سأحصل على ماذا؟ في المرحلة الأولى أو الحالة الأولى سأحصل على خط مستقيم كما ترى هنا في الرسم يوازي محور السينات بينما الحركة الثانية في الحالة الثانية سأحصل على هذا الخط الماذا؟ المتصاعد أقدر أسمي هذا ون وأقدر أسمي هذا تو بحيث أن يمثل الحالة الأولى يمثل لك الحالة الثانية طبعا ظهور نقاط موزعة بشكل منتظم كما رأيناها في الحالة الأولى يدل على أن الحركة ماذا؟ ممتاز منتظمة بينما ظهور نقاط موزعة بشكل غير منتظم مثل ما رأيناها في الحالة الثانية تتزايد المسافات فيها تدريجيا بين النقاط يعني يدل على الحركة ماذا متسارعة وهذا هو عنوان بابي اللي هو بعنوان الفصل كامل فنحن نتعرف في هذا الباب على الحركة المتسارعة اللي هي تمثل بهذا المنحنة رقم اثنين كما ظهر لك في سؤال التحليل كيف سنحلل هذه التجربة هذه النقاط يبدون مثل النقاط التي حصلنا عليها قبل قليل من خلال التجربة يقول لك النقاط على الشريط الورقي تمثل موقع كل من العربتين يعني بالحالة الأولى والحالة الثانية عند فترات زمنية يبدو لك المسافة كانت ماذا كانت بدت كبيرة بدت كبيرة ثم قلت 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 مما يدل على أنها حركة ماذا متسارعة ممتاز بينما في الحالة الأولى كانت النقاط ماذا تتحرك بتسارع اللي هي نقاط ماذا تلاحظها نقاط ثابتة مما يدل على ماذا على أن المسافة ثابتة والحركة عندنا ماذا الحركة منتظمة إذن هذه من أهم الاستنتاجات التي تمهد لنا فهم هذا الباب كامل طبعا ليست فقط الحركات حركة سيارة أو حركة طائرة أو حركة أي جسم آخر هي متسارعة بل الحياة أكملها من عظمة الله أنها متسارعة يعني السنة في الوقت الحالي ليست كالسنة قبل العشر صين أصبحت السنة لديناك الشهر الشهر أصبح كاليوم يمر بلمح البصر فمن عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته لذلك التسارع أو مفهوم التسارع عندنا جدا مهم فما معنا كلمة تسارع التسارع حسب ما رأينا في تجربتنا وحسب ما فهمنا الآن هو عبارة عن تغير يطرأ على من على أي مفهوم فيزيائي على السرعة إذن تغير في السرعة والسرعة من المتجهة إما زيادة أو نقص بمعنى أنه ممكن السيارة تسرع تزيد سرعتها أو ممكن ماذا تتباط فكل الحالتين نسميها ماذا حركة متسارعة إذن اقترح طريقة لزيادة السرعة المتجهة لسيارة أو لنقصان ماذا لنقصان سرعتها حاول أن تفكر في هذا السؤال الجميل حاول أن تبرمج في مخق قليلا كيف يمكن أن أزيد سرعة سيارة وكيف يمكن أن أبطئ من سرعة سيارة سنتعرف على ذلك بعد قليل ففكر الآن معي أي من هذه الصور التي أمامك بعدما فهمنا هذا كله أي من هذه الصور تمثل حركة منتظمة طبعا وأنا أسأل هذا السؤال حركة منتظمة ستعتمد في مرآك على علامات معينة موجودة على الرسم سنرى هذه الصور عندك الصورة يبدو لك عداء في لحظة أهبة الاستعداد أنه سينطلق هو ساكن الآن في بي عداء انطلق وانتهى وماذا يفعل هنا لدينا نموذج جسيم نقطي يمثل هذا العداء في دي يبدو العداء منطلق جدا بمعنى أنه أسرع هنا ماذا يبدو لك؟ يبدو العداء يبدو النقاط تقل فمعنى ذلك لاحظ عندما رأيت الصورة لأول وهلة لفت انتباهي وجود النقاط وركزت على النقاط لكي أحكم ما إذا كان حركة العداء منتظمة أو غير منتظمة فإذا أنت بطل ممتاز مباشرة سترى هذه النقاط ABCD وستقرر أي من هذه الصور تكون منتظمة بالطبع في اللحظة الأولى هي لحظة سكون فبالتالي كل من المتغيرات فيزيائيا الموقع والزمن صفر صفر لذلك تصنف على أنها حركة منتظمة في الرسمة B لديك النقاط متساوية مما يدل على أنه يقطع مسافات متساوية إذا حركته منتظمة في دي ماذا؟ في دي غير منتظمة وهذا ما نتفق عليه الآن ونثبته السبب في ذلك أن المسافات المقطوعة غير متساوية فبالتالي يدل على أنه ماذا؟ يدل على أنه يسرع أو يبطئ بما أنه المسافات كبيرة وبدأت ماذا تقل؟ تقل إذن السرعة عندي هنا ماذا تقل؟ إذن هذا العداء في دي يريد الوقوف فأنا شوف استنتجت هذا الكلام كله من خلال تحليلي فقط لرؤية النقاط بما أن النقاط كانت كبيرة قلت 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 المسافة قلت السرعة قلت إذن هذا العداء يريد الوقوف بينما في سي ماذا؟ في سي كانت النقاط ماذا؟ نقطة الانطلاق طبعا من اليسار كانت النقاط ماذا؟ صغيرة أو المسافة بين النقاط صغيرة ثم كبرت 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 مما يدل على أن العداء هنا ينطلق وسرعته تزداد وبالتالي في دي و سي حركته غير منتظمة لاحظ هذا التحليل كله فقط من الرسم هذا ما اتفقت معك خلال الأبواب السابقة عندما قررنا أن نمثل الحركات من خلال الرسمات وذكرنا من أهمية تمثيل الحركة في الرسمات أننا نستطيع كفيزيائيين أن نحلل الحركات برؤية الرسم فقط لاحظ كم التحليل الذي حللته فقط برؤية الرسم هذا من الأشياء مبسطات المادة الربط في الكتاب ستجد ما ذكرته في صفحة 60 خطط على ما ذكرت هنا في هذه الصفحة الرسمات موجودة لديك في الكتاب احرص عزي الطالب والطالب أن تنقل هذا التحليل لـ A و B و C و D موجودة في هذه الصفحة في صفحة 60 أخذنا تطبيق من مصادر الفصول تطبيق جميل ماذا يقول أرسم مخطط حركة لعداء يعدوا بسرعة ثابتة بعد دراستك الجزئية قبل قليل بما أن ذكرت سرعة ثابتة أتأمل منك الآن أنك ستقوم برسم نقاط تكون ممتاز متساوية كما ظهرت هنا الرسمة ستكون نقاط مسافاتها متساوية هذا يبدو لنا سرعة ماذا؟ ثابتة أرسم مخطط حركة لعداء يعدوا بسرعة متزايدة ماذا اتفقنا؟ إذا متزايدة معناته سأرسم نقاط صغيرة تكبر 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 تدريجيا طيب لو ذكرت ارسم مخطط حركة لعداء يعدوا بصورة متباطئة أو يريد أن يتوقف ماذا ستفعل؟ ممتاز ستكون برسم نقاط كبيرة تقل تقل كما هنا أو عكس هذه الرسمة طبعا هذه من الأسئلة الجميلة ممكن تجي لك في الاختبار إذن نستنتج أن الحركة كم نوع من هذا الدرس؟ نوعين حركة منتظمة وحركة غير منتظمة لو ذكرت قارن بين الحركة المنتظمة والغير منتظمة فستبدع في ذلك بسبب أننا فهمنا الآن أن الحركة المنتظمة عبارة عن قطع مسافات متساوية خلال ماذا؟ فترات زمنية إذن السرعة هنا ثابتة ما تتغير زي لما نقول قائد مركبة يضع في السيارة مثلا مثبت السرعة مثبت السرعة معناه طول الطريق سرعته ثابتة أيضا حالة السكون صنفناها من ضمن الحركات الماذا؟ المنتظمة الحركة المنتظمة ماذا تعني؟ هي الحركة المتسارعة وهي عنوان الباب وارجع أقول الحركة المتسارعة معناه ززايد أو تباطؤ هذه ما ننساها جدا مهمة إذن فكر ثم اربط بما تعلمت ما الفرق بين الحركة المنتظمة؟ سجل هذا السؤال عندك جدا مهم والحركة الغير منتظمة الحركة المنتظمة أن يقطع الجسم مسافات متساوية وسرعة ثابتة خلال فترات زمنية نفسها الحركة الغير منتظمة إعكس التعريف هذا تماما مسافات ماذا؟ متغيرة وسرعة ماذا؟ متغيرة طيب إذن هذا بالنسبة للحركة المنتظمة الغير منتظمة كما ظهر لك انقل هذه الشريحة اكتبها في كتابك جدا مهمة طيب تأمل ثم أجب على ماذا اعتمدت قبل قليل في وصف الحركة العداء عندما أتيت لك بالصور وطلطت منك أن تقرر ما إذا كانت الحركة منتظمة أو غير منتظمة على ماذا اعتمدت؟ على رؤية ممتاز النقاط بمعنى أنني اعتمدت على مؤشرات في كتابك كتب مؤشران للحكم ما إذا كان الحركة منتظمة أو غير منتظمة ما هي هذه المؤشرات؟ أولا التغير في أطوال المسافات بين النقاط اثنين الفرق بين أطوال متجهات السرعة ماذا أقسم متجهات السرعة؟ هي الأسهم الحمراء سواء كانت مرسومة لأسهم الحمراء ممتاز تستطيع أن تحكم ليست مرسومة لأسهم الحمراء تستطيع أن تحكم عن طريق المسافة بين النقاط هذه هما المعايير التي حكمت من خلالها على ماذا؟ على ما إذا كانت الحركة منتظمة أو غير منتظمة سجل هذا السؤال عندك في الكتاب إذن تغير السرعة المتجهة تعلمت في درسي اليوم أن تغير السرعة المتجهة أو درسي في تغير السرعة المتجهة تعلمت أن هناك للحركة أنواع حركة منتظمة وغير منتظمة أيضا تعرفت على أنه يمكن الاستدلال على نوع الحركة بالمؤشرين الذين أخذتهم قبل قليل هذين المؤشرين جدا مهمة بذلك عزي الطالب والطالبة انتهينا من درسنا اليوم أن نوفقنا من الله ونختار من أفسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته